قال لإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قال فصل ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محروبه وهي منصب لا يقبل المشاركة لا يقبل المشاركة بوجه ما وهذا المنصب خاص للخليلين خاص للخليلين عندكم معك هذا خاص في بعض النسخ وهذا المنصب خلص للخليلين أو خلص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم حيث الأول عن جندب رواه مسلم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله نعم اتفق عليه وفي حديث آخر إني أبرع إلى كل خليل من خلته رجه مسلم ولما سأل إبراهيم صلى الله عليه وسلم من الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة ربه على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا بل لابد أن يبقى بعضه أو بدله كما أبقى شريعة الفداء يعني العضاحي وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة وكما أبقى الخمسة صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها وقال لا يبدل القول لدي هي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر حديث اتفقنا عليه من حديث أنس على كل القلة هي أرفع درجاتي المحبة قد تخللت مسلك الروح مني وَلِذَا سُمِّي الْخَلِيلُ خَلِيلُ ثُمَّهُ ثُمَّ الْغَرَامُ ثُمَّ الْعِشْقُ وَلَا تُوْءْ يعني لا يقال عاشق الله ولا لأن العشق فيه شهوة ثُمَّ الشَّوْقُ ثُمَّ مَاذَا؟ ثُمَّ التتيّم نعم ثُمَّ المحبة ثُمَّ الخُلَّة فهي أرفع درجاتي المحبة